دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتتضمن الفعاليات أنشطة وفعاليات توعاوية وخطابية وفنية ورياضية تحت شعار انقلوا الحقائق انقذوا الأرواح لنقف جميعا لمواجهة المخدرات وفي التدشين أكدت كلمة وزير الداخلية الواء الركن إبراهيم حيدان ألقها بالنيابة عنه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية الواء الركن عبد الماجد العامري إلى تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في مكافحة آفة المخدرات وسبيل المحافظة على شريحة الشباب من الوقوع في حبائل المروجين للمواد المخدرة وأشهد بجهود الأجهزة الأمنية في ضبطه عددا من المروجين والمتعاطين خلال الفترة الماضية بدوره أشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد ناصر الأعوش إلى أن التدشين سيتضمن لقاء تشاوري لفروع الإدارة بمحافظات الجمهورية للخروج بتوصيات ومقترحات تساعد في تعزيز النشاط مكافحة الظاهرة وأسليب وسائل انتشارها خلال وضع خطط بالتعاون والتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية وألقى مساعد مدير عام مكافحة المخدرات العقيد روكون عاد العياش كلمة تناول خلالها استراتيجية الإدارة في المكافحة من خلال محورين الأول الجهود الأمنية في التحري وضبط المروجين والمتعاطين والثاني من خلال التوعية المجتمعية عبر وسائل الإعلام المختلفة